أحمد عبد اللي مشرفنا في كل مكان المركز الأول مبروك أولا وعايزة كمان أعرف وأنت بتعمل التقرير كنتم متوقعة تاخد المركز الأول بصي هو دايما وأنا بشتغل ببقى حاطط في اعتباري أن أهم المكسب لي أن أنا أعمل حاجة أكون مستمتع بيها بغض النظر على أن أنا هخش في المسابقة أو مش هخش في المسابقة أنا بكون مستمتع بالحاجة اللي بعملها ومبسوط وي بتتعرض بعد كده بفكر بقى فكرة التكريم ده مش شرط ممكن يجي من مؤسسة أو يجي من حد مكان كبير لا أنا ممكن التكريم ده بأقل تقديري بنيجي من تعليق كويس يكون فيه نوع من الزملائي بيدعموني في المجال طبعا أو كده ببقى مبسوط جدا لكن طبعا مسبقة إعلام دوت أورج يمكن فعلا إحنا في مجال الإعلام نقصنا حتى كده فكرة أن حد يسأفلك في نهاية موسم كبير بيبقى فيه مجهود كبير فبتبقي منتظر مؤسسة كبيرة تبدأ تشوف شغلك وتفرزه لأن إحنا كبير نشتغل في الميديا بيكون مجرد التقرير بيتعرض خلاص ما بيظهرش مرة أخرى فممكن يكون بيتريدم في وسط الكمل من التقارير والمواد الإعلامية لكن الحمد لله يمكن إعلام تورجي دي للسنة الثانية أشارك فيها السنة اللي فاتت كنت برضو في وسط بالمركز الثاني لكن الحمد لله حسنت ومدخلت اقتنست المركز الأول ألف مبروك ما تنكرش بقى أن السنة اللي فاتت البرنامج كان وشه حلوة عليك برضو لأن السنة اللي صباحك تنزينا مبروك مبروك لكم ولينا طبعا